بعد ما خسر وزير السقافة محمد المرتضى حربه على باربي تفرغ اليوم لوسائل الإعلام من باب المثلية الجنسية وتبني الـ MTV والـ LBCI للقضية رد الوزير ببيان على تقرير الـ LBCI بنتقل توجهاته وموقفه المضطرفة كان مشغولاً بباربي وتقييم الهوية الجنسية للبنانيين هو وغيره من رجال دين ومواطنين عاديين وبنفس البيان رد على إعلان للـ MTV بيدعي لإلغاء المادي 534 من أنون العقوبات ببيانه وصف الوزير بعض وسائل الإعلام بتكيكين مأجورة ومدح بحاله أنه زرع لبنان بالحراك السقافة شبر وشبر واعتبر أنه الـ LBCI عامل حملة منافحة عزميلتا هالبيانة بيعطي غطى رسمي لحملة هوموفوبيا والتحريض غير رسمية انتشرت ضد الـ MTV على السوشال ميديا خلال ويك أند بسبب الإعلام الشدود والشاذين واللواط والمصاحقة من الأول وضحت الـ MTV أنه موقفها بينطلق من مواقف البابا فرانسيس اللي ما بيعتبر المثلية جريمة وبس دفعت عن موقفها اعتبرت أنه بينطلق من مبدأ حماية هو الإنسان والحريات بس ومش من باب الترويج للمثلية لبل انتقدت بتقرير نفسه لعبور الجنسي وليس من باب التجيه على المثلية مثل عادتوا تدخل وزير السناء لتوجيه نظام الكراهية وحمايته وهالمرة من خلال ترهيب وسائل الإعلام مباشرة والتحريض عليهم ترجمة نانسي قنقر